بس نتفق أن أحد مستهدفات الدولة في الوقت الحالي هو تنمية القطاع الخاص ودعمه هذا الدعم لنا يتحقق طالما إحنا عندنا جزء كبير من هذا الاقتصاد فيه الاقتصاد غير رسمي الاقتصاد غير رسمي وإن كان جزء من الاقتصاد المصري ولا نمكره ولكن في نفس الوقت هو غير قادر على التنمية بالمعدلات المنشودة هذا الاقتصاد يهدف دائما أنه يكون غير مرئي ليحقق أقصى مكاسب ولكنه على الجانب الآخر يحقق خسائر سواء لنفسه أو لا يحقق منفع عامة لقطاع التوظيف والتنمية الاقتصادية على مستوى الدولة نستهدف في هذه الجلسة إطار ومحددات لدمج هذا الاقتصاد الرسمي وجعله جزء من الاقتصاد الوطني من أجل تنمية مصرية فاعلة من أهم التوصيات النهاردة إن إحنا نوصل رسائل إيجابية لأصحاب الأعمال وهذا الاقتصاد إحنا مش بندمجه للمسألة ولا للمحاسبة ولا لدفع الضرائب ولا زيادة التكلفة بالعكس إحنا بنا دعمه إحنا عايزين مزيد من حوكمته إحنا عايزين مزيد من الشفافية وإنه يوصلوا رسالة إن ده حيعود عليه بالنفع في الآخر الدراسة المعروضة أمام المجلس اليوم وقدمتها للجنة الشباب والرياضة في غاية الأهمية لأنها بتنظم عمل قطاع العمل جير الرسمي والحقيقة إنه هو عبارة عن السلع والخدمات اللي جير مدفوعة الأجر في الدولة وبالتالي وصل حجم هذا القطاع حوالي 3 تريليون جنيه مصري وتنظيم هذا القطاع سوف يحل عجز الموازنة العامة للدولة بما يقدر ب85% من هذا العجز محاور الدراسة دي ارتكزت على طبيعة مشكلة بتواجهها الدولة المصرية وهي قطاع العمل الغير رسمي وكيفية إدماجه في القطاع الرسمي وفي نفس الوقت بإجراءات تشجعية وبتوصيات قابلة للتطبيق على أرض الواقع نجد أن من ضمن المخرجات ومن ضمن التوصيات لهذه الدراسة كان استحداث استراتيجية وطنية لهذا القطاع لضمانة الشمولية والتشبيك وقالية ربط ما بين قطاعات الحكومة وبعدها البعض إرحية الدراسة برضو اشتملت على بعض الحاجات منها تطوير التعليم وربط التعليم بسوء العمل وزالت المعاوقات الخاصة بجميع الأنشطات التجارية زي التأمينات والضرائب والحاجات دي أنا شاف أنها نقطة في بحر لكن خطوة دي خطوة مهمة جدا ونحن نستكملها بمزيد من المناشات